أبنائي طلاب الصف الثاني أهلاً ومرحباً بكم أبنائي في درس من دروس مادة التربية الإسلامية وفي مجال القرآن الكريم لنستكمل معاً ما كنا بدأناه من سورة العلق أبنائي الأعزاء تناولنا الآيات الأولى من سورة العلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والآن أبنائي نريد أن نستكمل سوياً بقية الآيات حتى نهاية السورة المباركة قبل أن نبدأ دراسة الآيات موضوع درس اليوم أريد أن أطرح عليكم بعض الأسئلة اختبر معلوماتك السؤال يقول أين كان يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي بارك الله فيكم أبنائي أحسنتم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء السؤال الثاني يقول ما اسم الملك الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم أحسنتم أيها الأبطال فعلا إنه أمين الوحي جبريل عليه السلام ما أول آية نزلت على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أحسنتم أبنائي هي الآية الأولى من سورة العلق عوذوا الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق أبنائي الأعزاء هيا بنا الآن لنستكمل دراسة بقية الآيات الكريمة من سورة العلق هل أنتم مستعدون يا أبطال إذن هيا بنا أهداف درس اليوم في درس اليوم أبنائي سوف نتدرب على تلاوة الآيات الكريمة من الآية السادسة حتى الآية التاسعة عشر تلاوة صحيحة سليمة كذلك أبنائي سوف نحاول أن نستنتج المعنى العام للآيات الكريمة من خلال تفسير المفردات هذا هو صديقنا حمد يريد أن يذكرنا ببعض آداب التلاوة استمعوا له جيدا تفضل يا حمد السلام عليكم يا أصدقائي أحب أن أذكركم ببعض آداب التلاوة ومنها الإنصاط الجيد والحرص على الوضوء ووضع المصحف في المكان اللائق به والجلوس بأدب واحترام أثناء التلاوة تقبل الله منا ومنكم تقبل الله منا ومنك يا حمد نشكرك على هذه الآداب الجميلة التي تذكرنا دائما بها أبنائي الأعزاء تأملوا هذه الصورة إنها صورة حمد ماذا يفعل حمد في الصورة؟ أحسنتم أبنائي واضح جدا كما هو أمامكم إنه يصلي ما أهمية الصلاة أبنائي في حياة المسلم؟ برك الله فيكم أبنائي الصلاة هي روح المسلم يجد سعادته ويجد متعته في هذه الصلاة لأنها تقربه من الله عز وجل ماذا تفعل؟ إذا منعك شخص من أداء الصلاة لله عز وجل ومنعك أن تسجد لله هل تقبل ذلك؟ بالطبع لا لا نقبل أبدا أن يمنعنا أحد عن الصلاة والسجود لله لأن الصلاة فيها قرب من الله عز وجل وفيها رضى الله وفيها الفوز بجنته يوم القيامة أبنائي الأعزاء تعالوا بنا لنفتح الكتب صفحة تسعة عشر ونتابع قراءة الآيات الكريمة من سورة العلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين أبنائي العزاء هذا دوركم لتردد خلف المصحف المعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجع إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى عردا إذا صلى عردا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي لنسبعا بالناصية لإن من ينتهي لنسبعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة بل يدعو نادية بل يدعو نادية سندعو الزبانية سندعو الزبانية كلا كلا لا تطعه واشجد وقترب لا تطعه واشجد وقترب صدق الله العظيم أبنائي الأعزاء سوف أقرأ الآن الآيات الكريمة وأريد منكم أن ترددوا خلفي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب صدق الله العظيم أبنائي لازلت أذكركم إذا أردتم أن تؤكدوا حفظكم للآيات الكريمة فما عليكم إلا أن تعيدوا تشغيل الفيديو من جديد أبنائي هذا النشاط الذي تعودنا عليه أتقنوا تلاوتي هذا حمد ومعه مجموعة من البطاقات سوف نساعده في قراءة هذه الآيات أو هذه الأجزاء من الآيات الكريمة هاولوا أبنائي أن تقرأوا ما أمامكم قراءة صحيحة أحسنتم بارك الله فيكم إن إلى ربك الرجع إن إلى ربك الرجع عبدا إذا صلى لنسفعا بالناصية لنسفعا بالناصية كلا لا تطعه واسجد واقترب بارك الله فيكم أبنائي وحفظكم على الدوام أبنائي الطلاب بذلك نكون قد انتهينا من التدريب على تلاوة الآيات الكريمة من الآية الأولى حتى الآية التاسعة عشر تلاوة صحيحة سليمة سنقوم الآن أبنائي باستنتاج المعنى العام من خلال مناقشة وتفسير المفردات الآية تقول كلا إن الإنسان لا يطغى ما معنى لا يطغى أحسنتم بارك الله فيكم كما هو واضح أبنائي لا يطغى معناها أن يتكبر ويظلم والتكبر والظلم منهي عنه لأن نتيجته كبيرة وعظيمة عند الله عز وجل يوم القيامة الرآه استغنى الرآه استغنى ما المقصود بقوله الرآه استغنى المقصود أبنائي أي رآ نفسه غنيا بماله رآ نفسه غنيا بماله وليس الغنى أبنائي بالمال إنما الغنى هو بالقلب المؤمن بالله عز وجل إن إلى ربك الرجع ما معنى الرجع أحسنتم بارك الله فيكم المقصود بالرجع أي الرجوع إلى الله يوم القيامة أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى انظروا أبنائي إلى هاتين الآيتين ما المقصود بهما الآيتان وما بعدهما نزلت في أبي جهل حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة فنهاه وزجره ومنعه من الصلاة والسجود لله عز وجل فنزلت الآيتان وما بعدهما أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أما هاتين الآيتان ففيهما وصف لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو على هدى ويأمر الناس بالخير أرأيت إن كذب وتولى ما المقصود بقوله تولى المقصود بقوله تولى أي أعرض عن الهدى ألم يعلم بأن الله يرى تعني الآية ألا يعلم أبو جهل وغيره أن الله عز وجل يراه ويسمع كلامه وسوف يجازيه ويحاسبه على ما فعل في الدنيا والآخرة كلا كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ما المقصود بلنسفعا بالناصية المقصود أن الله عز وجل أراد أن يتوعده بأنه سوف يأمر ملائكته فيجره من مقدمة رأسه ويلقونه في نار جهنم إذا استمر على حاله وعلى إيذائه للنبي صلى الله عليه وسلم ناصية كاذبة خاطئة وليزال الوصف في أبي جهل إن ناصيته لكاذبة خاطئة فليدعو ناديه فليدعو ناديه ما المقصود بها في الآية الكريمة المقصود فليطلب أبا جهل مساعدة أهله وعشيرته وأصحابه لينقذوه من العذاب ولن يستطيعوا ذلك سندعو الزبانية الله عز وجل يقول إنه سوف يدعو الزبانية و الزبانية أبنائي هم أحسنتم بارك الله فيكم إنهم ملائكة العذاب كلا لا تطعه واسجد واقترب الآية موجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الله لنبيه ألا يهتم بأبي جهل وأن يستمر هو في صلاته وسجوده لله ففيهما القرب من الله عز وجل أما أبو جهل فالله قادر عليه وسيدخله النار أبنائي العزاء عندما نرى العلامة التي أمامكم الآن في أثناء التلاوة فإننا نعلم أنها علامة السجود وهي تسمى سجدة التلاوة ماذا نقول عندما نجد هذه العلامة؟ نكبر ونقول الله أكبر ثم نسجد سجدة التلاوة وماذا نقول في سجدة التلاوة؟ بارك الله فيكم أبنائي نقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره أبنائي الأعزاء السؤال إليكم الآن ماذا استفدتم وتعلمتم من الآيات الكريمة من سورة العلق؟ أولا أبنائي أن الإسلام يدعو إلى القراءة والعلم وماذا تعلمنا أيضا أبنائي؟ تذكروا أحسنتم بارك الله فيكم تعلمنا الحرص على رضى الله عز وجل وماذا أيضا؟ بارك الله فيكم أنتم أبطال حقا بيان قدرة الله عز وجل على خلق الإنسان ماذا أيضا أبنائي؟ كذلك أبنائي التقرب إلى الله عز وجل بالمحافظة على الصلاة وإني أدعوكم أبنائي أن تحافظوا على الصلوات الخمس لأن فيها السعادة في الدنيا وفيها رضى الله عز وجل يوم القيامة الآن أبنائي جاء دوركم لتشاركوني الإجابة عن هذه التدريبات التدريبات ستجدونها عندكم في الكتاب صفحة إثنتين وعشرين السؤال يقول أرسم دائرة حول الإجابة الصحيحة العلق مرحلة من مراحل خلق الجمال أم النبات أم الإنسان؟ نعم إنها الإنسان إجابتكم صحيحة معنى الزبانية هي ملائكة الرحمة أم العذاب أم الحساب الزبانية هي ملائكة أحسنتم ملائكة العذاب أجارنا الله وإياكم معنى يطغى إن الإنسان لا يطغى معنى يطغى يتواضع ويعتذر أم يعدل ويسامح أم يتكبر ويظلم نعم أبنائي أحسنتم معنى يطغى أي يتكبر ويظلم السؤال الذي لي أصل من العمود ألف ما يناسبه من العمود باء ولدينا في الجهة اليمنى عبارات هي أتقرب إلى الله تعالى الإسلام يدعو إلى أبدأ أعمالي كلها أشكر الله تعالى وفي الجهة المقابلة بقول بسم الله على نعمه القراءة والعلم بالمحافظة على الصلاة هيا أبنائي لنصل من العبارة ألف ما يناسبها من العبارة باء التي تقابلها أتقرب إلى الله تعالى أحسنتم بالمحافظة على الصلاة الإسلام يدعو إلى أحسنتم أحسنتم مشاركتكم صحيحة الإسلام يدعو إلى القراءة والعلم أبدأ أعمالي كلها أحسنتم أبنائي نحن نبدأ أعمالنا كلها بقول بسم الله أشكر الله تعالى أحسنتم على نعمه وما أكثر نعم الله عز وجل علينا أبنائي أبنائي أذكركم في ختام درس اليوم بضرورة إتمام حفظ سورة العلق وأن تسجلوها وترسلوها لنا عبر تطبيق تيمز سوف نسعد بها كثيرا دمتم بخير أبنائي وأسلام الله عليكم ورحمته وبركاته